من صحيفة الشروق الجزائرية طفل يتوسل الشرطة إدخاله السجن جاء مراهق في سنة الخمستاش في مدينة بساء الأحد إلى مقر أمن الولاية وبيده قطعة من المخدرات وخنجر حيث تقدم إلى ضابط شرطة متوسلا إياه إدخاله إلى السجن وقد تم تقديمه أمام قاضي الأحداث الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته